القائلون بي أو المنكرون لوجوده والنافون لوجوده أيضا هؤلاء على شنو ها بسمين قسم يؤمن بوجوده ولكن يقول الآن مات ملا وهي عبارة المعروفة المنسوبة إلى من إلى نيتشا مات الله بابو كان موجود الآن بعد جن ها راح اضعكوا بليه حكوا بدل ما تتأسون على أنفسكم على هاي الكلمات مات الله من هذه المعروفة وتشكلت مدرسة على أساسها مدرسة نيتشوية التي تعتقد ماذا ها بموت الله ويكون في علمكم فقط للمعلومات لا أقل بحسب الإحصاءات التي أحصيتها لا أقل إلى الآن توجد عشرين يوجد عشرون تفسيرا لمعنى ماذا لمعنى موت الله لا يتبادل لا ذهنكم يعني عدمة ما أنت الآن ذهنك من مات شنو راح ذهنك وين ها إلى العدم لا 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 أبدا هذه واحدة من كذا وأساسنا لا بد من يكون كذلك لأنه هذا نسأل يتشبع ذلك نسأله الآن مو مارد أدخل التفاصيل في النتيجة يعتقد أزلي لو ما يعتقد أزلي هو من حيث البداية إذا لا يعتقد أزلي حادث هو يحتاج إلى شنو إلى أن يوجد إذا يعتقد أزلي يقول أزلي يموت ولا يموت هذا التناقض لا بد يجاوبنا علي نيتشا أو مدرسة نيتشاوية على إلى أخوة الإخوة اللي يردون يراجعون أعزائي حتى أنه أحنا لنأخذ وقتهم كثيرا مولانا وهو أنه الله في الفلسفة الحديثة بشكل مفصل وقف عند هذه النظرية أعزائي وهي نيتشا والتبشير بموت الإله صفحة 364 أعزائي وكذلك أعزائي في كتاب اللي هو ذكرنا ترجمة فؤاد كامل وكذلك كتاب ملحدون أعزائي لدكتور رمسيس عوض هناك في صفحة أعزائي 20 نيتشا المتولد 1844 والمتوفى 1900 يعني كل عمره مولانا جاءت 56 سنة مولانا هنا ولكنه والإخوة اللي يردون يراجعون حياته هماتي أنا موجود مؤلفاته وفكرة وتصوراته في موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي المجلد الثاني صفحة 509 أعزائي ولكن النقطة المهمة أن هذا الرجل مولانا في حدود سنة 1890 مولانا اللي قبل عشر سنوات جنة مولانا أسأل ما أدري هذه النظرية قبل الجنون ما ألتله شنو له بعد الجنون يقول وفي يناير أصيب بالجنون 1889 وأقام في مستشفيات كذا و1890 عند أمه و97 وفاة أمه وعناية أخته به و1900 توفي نيتشا مولانا توفي نيتشا ولم يثبت أن الله جنو توفي مولانا علي الأحوال فمقصودي أن هذا الرجل هذا يكشف لك أنه إذن الرجل كان مستوين أو أنه فيه لوثات مولانا هسه هذا بحثو سياتي ولكنه أحنا لا علاقة لأنه عنده لوثة عقلية أو لا توجد عنده لوثة عقلية مولانا بإمكان أن تراجع بعد ذلك ها أعرف أنه عندما أقول أنا هذا بناء شوفوا أحنا صار البناء أنه منحكم على الأشياء بليفت واحد مجنون كذا الشيء هذا هذا استخدام في النتيجة هاي مقولة وتشكلت بعدها شنو مدرسة المشكلة لو كانوا انتهى ما عندنا مشكلة ولكن أكو بعدها شنو توجد أعزائي مدرسة أعزائي هذه المدرسة النيتشوية ماذا نفعل شنو لها مولانا لابد المدرسة المنادية بموت الله في صفحة 24 إن شاء الله يأتي بحثها لاحقا إن شاء الله تعالى إذن التفتوا في التقسيم الثالث خلوا ذيهنكم يمن وقتنا انتهى في التقسيم الثالث إذن يوجد شنو من يعتقد بعدم وجود الله حدوثا وبقاء ومن يعتقد بعدم وجود الله بقاء لا حدوثا وأحنا شغلنا ميمن أعزائي ها نتكلم معهم ولكنه أحنا كلامنا ويأولئك الذين يقولون لا دليل على وجود الله بل الدليل على عدم ماذا إذن يا قسم هذا هذا الذي لا يعتقد بوجوده حدوثا وعدما ترجمة نانسي قنقر